السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاتلكم تاني مع تشابتر اه تونت سري من رواية جين اير بانوان او صوت من الماضي. طبعا اخر حاجة خدناها لما جون راح لجين اير وعرفها ان هي اه قربته ان هم ولاد عمها اللي هو جون وديانا وماري وقال لها ان هي ورثت كمان عشرين الف جنيه من عمها جون اللي مات اللي كان عايش في ماديرا ومات. فطبعا جين قالت لا انا مش اخد الفلوس لوحدي انا فرحتي ان انا بقى لي اهل اكتر بكتير من الفلوس. وقررت ان هي تأثن لعشرين الف دولار اليوم هما الاربعة لجين وجون وديانا وماري. كل واحد ياخد خمس تلاف جنيه. وده هيبقى اكتر بكتير قوي من مكان هما محتاجي. فها جين بتكمل وها بتقولك I promise to stay at Martin's school until Christmas when استي جون would be able to find another teacher. وعدت جون انه افضل شغالة في المدرسة اللي هي المدرسة اللي كانت شغالة فيها لحد عادي الميلاد لحد ما جون يلاقي مدرستني. He was there when I closed the school for the Christmas holidays. وكان موجود معي لحد ما قفلت المدرسة عشان اجازة عادي ملت. I was quite sorry to have to say goodbye to some of my pupils. كنت زعلانة عشان هودع بعض الطلبة التوعي. You see what progress they have made and you have only worked here a few months. He said. فاجن بقول لها شفت التقدم اللي هما وصلوله او اللي انتخالتهم اللي وصلوله مع انك ما اشتغلتش هنا لكم شهر بس. Imagine how much more good you could do if you gave your whole life in teaching. تخيالي مدى الفائدة اللي هتعود على الطلاب بتوعيك لو انت قضيت حياتك كلها في تعليم. فاجن اعتلو ايوه. Yes. But I couldn't do it forever. Don't mention school. I'm on holiday now. اعتلو بس انا ما قدرشي افضل طول عمري شغاله مدى جسم. وعموما ما جيبش سرط المدرسة بقى خلاص احنا في اجازة دلوقتي. He left serious. فابدع عليه ان هو بيكلم بجد يعني. What are your plans. تناوي علي ايه. خطتك ايه المستقبل يعني. I want you to let me have Hana for a few days. انا عايزاك تسيب لي Hana لمدة كام يوم. مين Hana? Hana دية كانت المدبرة المنزل بتاعتهم. She and I are going to clean Morehouse from top to bottom. And make all the Christmas preparations that you know nothing about being only a man. اعتلو لأ انت سيبلي هنا كده كام يوم. هروحنا وهي Morehouse ده البيت اللي كان في المنطقة المقطوع ده. ونرتبه من فوق نجيبه من فوق التحته يعني زي ما بيقوله زي ما الستات عندنا بيعملوا في رمضان كده. قبل لايت. وهي هنعمل كل ترتيبات عيد الميلاد اللي انت اصلا ما تعرفش عنك حاجة. عنها حاجة لانك انت راجل يعني عشان نقضي مع بعض اجازة رائعة بجد. استي جون سميل but he was still not satisfied with me. فابتسم كده باستشكل وبرده ما كانش راضي عني يا. تتسيب التعليم وتسيب المدرسة ومش عارف ايه. That's alright for the moment but I hope Jane that you will look higher than domestic activity and think about a better way of using your energy and intelligence in the service of god. فابقول الله هده الكلام ده كويس. تمام ما فيش مشكلة عاملة انت عايزها. بس انا عايزك تبص لقدام. وازاي تستغلي مهاراتك وطاقة اللي عندك ديات في خدمة الرب. ما تعيشش حياتك خلاص يعني. فجون I have so many reasons for happiness. فيكلي يا جون انا عندي اسباب كتير قاود خلينا افرح شوية ببسط. يعني واحدة وامرأة ما شوفت فرح في حياتها. فسيبها يعني تفكة نفسي ومن يا جون ما تبقاش معاقت كده. I'm determined to be happy despite your scolding. قيلوا لا انا هابقى مبسوطة على رغم من انك بتنهرني او انك مش عاجبك الكلام ده. That week Hannah and I worked harder than we had ever worked in our lives before. But at last all was ready. الاسبوع ده انا وهنا تحنى نفسينا شغل اللي شغل ما اشتغلناوش في حياتنا احنا الاثنين. بس في الاخر كانت كل حاجة جاهزة. It was a delight to see Diana's and Mary's faces when they arrived cold and stiff from their long journey and saw the warm fires and polished furniture and smell the cakes and meat dishes cooking. وكان من الرائع او من المبهج جدا انا شوف وش ديانا وميري او مرجعين من باره متجمدين من كتر البرد بعد الرحلة الطويلة بتايتهم. ولقوا الدفاية ولعة والاساس متنظف ومتلمع وشموا راحة الكيكة واللحمة اللي بتطبخ. We three spent the whole of christmas week in perfect happiness. قضينا احنا التلاتة اللي هي ديانا وميري وجين. قضوا اجازة اسبوع بتاع اجازة العيد الملد ده في سعادة تم. The air of the moors, the freedom of home and the beginning of independence made ديانا وميري happier than i had ever seen them. فبتقولك الهواء اللي موجود في المنطقة اللي احنا عشرين فيها دي. وحرية ان هما قاعدين في بيتهم براحتهم مش شغالين عند حد. وبداية حياة جديدة من عدم الاعتماد على حد ان هما خلاص بقى عندهم اللي يغنيهم عن اي حد ديانا في عملهم ما عايزينه. خلت ديانا وميري دول اسعد مما كانوا او اسعد مما كانوا طول عمرهم. Only John remained apart from our conversation and later. جون بس هو اللي فضل واخد جنب مننا كده بعيد عن محادثات بتاعتنا ودحك اللي احنا لنتحكوا نهزر مع بعض. He continued his serious studies and spent much time visiting the sick as usual. فضل مكمل في دراساته الجد بتاعته. ومعقدة كان بيقده بيقضي معظم وقته في زيارة المرضى. كالعادين. Do you still intend to be imaginary? ديانا asked him once. A little sadly. فديانا بتسأله كده هو يا زعلانة. بتقول لي انت لسه برضو عايز تشتغل مبشر زي ما انت كدت عايز تعمل. Nothing has changed or will change my plans. He answered. اللي لها ما فيش حاجة غيارت ولا هتغير خطتي لانا عايز عملوها عاملويا. I shall leave England in few months time. انا هاسيب انجلترا او هاغدر انجلترا في خلال كام شهر كده. And Rosamond Oliver asked Mary gently. فمير بتقوله طبو Oliver اللي بتحبك اتعم فها ايه. اللها Rosamond Oliver is engaged to a Mr. Granby. A very suitable young man according to her father. اللها دا يتخطبت لواحد اسمه Mr. Granby. راجل شاب مناسب جدا لها. زي ما بوها alien. His face was calm. I realized he had he had managed to overcome what he called his weakness. انا ادركت ان هو كان عايز يتغلب على اللي هو بيسميه ضعف. بس طبعا الحب مش ضعف ولا حاجة. فهو بيسمي ان الحب دا ضعف فانا لازم اتغلب عليه. هو طبعا زي ما قلنا قبل كده ان هو عايز يتغلب على كل اي مشاعر انسانية دي بنسباله ضعفين. بدأت حياتنا تفقد روح او احسيس الاجازة خلاص الاجازة خلصت يعني. and as we talk about our usual habits and regular studies again. استي جون sat with us more often. ولما بدأنا بقى نرجع لحياتنا العادية ونمرس يومنا الطبيعي استي جون دا بدأ ينضم ويقضي وقت معنا. sometimes i had the impression he was observing us. احيانا كنت بحس نوعات برعبنا. one day when diana and mary were out and i was learning german he suddenly said to me. وبتقول لك في يوم الايام ديانا وماري طلعوا بره وانا كنت قادة بذكر الماني فجأة ان بصوصلي عميلي كده. i want you to learn hindustani instead of german. hindustani. رب الله انا عايزك تتعلمي هندي مش الماني. i need it for my missionary work in india. انا احتاج اللغة الهندية في رحلتي في التبشير او الشغل في التبشير في الهند. and you could help me to learn it by studying with me. وانت ممكن تساعديني نتعلمها في انك زكريه معي. i haven't chosen you because i have noticed you have better powers of concentration than either of my sisters. وان اخترتك انت بالذات لان انا ليت عندك قوة تركيز اكتر من اخوتي الاثنين. it seemed so important to him that i could not refuse. and when his sisters returned they were surprised to find me learning hindustani with st john. فحسيت المضادة مهمة جدا بالنسباله فمقدتش ارفض عشر مزعلوش يعني. ولما اخواتي رجعوا مبارا اتفاجئوا جدا لما لقوني قاعدة بذكر هندي انا واخوهم. from now on we spent a lot of time together studying. ومن ساعتها وبقينا بنقضي وقت طويل جدا مع بعض بنذاكر. i had to work very hard to satisfy him. كان لازم اكتهد جدا في المذاكرة عشان ارضي. under his influence however i felt he was losing my freedom to be myself. وتحت تأثيره او ان هو بدأت شخصيته تأثر علي بدأت تحس ان انا حريتي بدأت بدأت تفقد حريتي معاه بيخلينا اعمل اللي هو عايزه ومش اللي انا عايزه. i could no longer talk or laugh freely. معايتش قادر اتكلم ولا اضحك بحرية زي الاول. as i knew he only approved of serious moods and studies. لما لقيت هو او لما عرفت ان هو بيهتم اكتر او بيحب اكتر الناس اللي بتبقى جد وبتذاكر على طول ما فيش ضحك ومفيش ظهر وكلام من ده. فعشان مزعلوش يعني في بيت ما لا بدحك ولا بحذر بيت ماشي يا جد عضو. i fell under his freezing spell. obeying all his comments without thinking. وقات تحت تعويزة التجميد بتاعتو. يعني يه تعويز التجميد ان هو عايز حد يبقى على طول صلب كده بيهزرش يمبيتحكش بيذاكر بس ما فيش الظهر يعني الظهر حرام بمعناها بالنسبة له. obeying all his comments without thinking. وبنفس كل او امره من غير ما افكر حتى. في يوم الايام بعد ما باس اخواته كده لم تصبعه لخير ورفع يده عشان يسلم علي. كالعادة يعني ديانا عمت تحكة ومتعليله. قيت له انت بتعملش جين زي واحدة من الايلة اللي انت لازم تبوسها زي ما بستنا ان اختنا يعني فبوس زي ما تبوسنا. انا كنت محراجة بسبب الموضوع ده بس جون بهدوء كده بيسني زي ما باس اخواته وبقى بيعمل الحركة دي كل يوم من بعدها. من عمري ما نسيت مستر ريتشستر في كل التغييرات اللي حصلت لي في البيت وفي الاماكن اللي انا رحتها والصروة اللي بقت عندي وكل ده برضو ريتشستر لسه بالي. اسمه كان محفور في قلبي وهي فضل في قلبي طول ما نعيشه. انا مش بس كتبت لمستر بريكز اللي هو المحامي عشان اسئله عنه انا كمان كتبت مروطين لمسيس فيرفاكس اللي عنده. بتقولك بعد ما انتظرت ست شهور اني جيلي رد رد ما جاش ففقدت الامل وحسيت ان انا يعني اقللت من نفسها اقللت من قرمتها. ديانا بتقولي قالت ان انا شكل تعبان and needed a holiday at the seaside. but استي جون thought I ought to concentrate on more serious work and gave me even more هندستاني exercises to do. ديانا اقلت لها انت شكلك تعبانة كده تعلمت لها على البحر ايه من غير جو كده في بلطيم ونيجي. بس جون قال لها لا لا استاني سيبك من الكلام ده هي لو لا يخلى تخف بجد ان هي تركز اكتر في الشغل اللي بجد يسيبك من الكلام الفاضي ده. فاداني اكتر تدريبات اكتر في الهندي ان انا اعملها. وفي يوم الايام بتمشى انا هو كده قدام البيت فقام ايلي يا جين انا هغادر لندن في خلال ست اسابيع. فقالت له انت بتعمل شغل ربنا فربنا هيحميك او يحافظ عليك. فابل الله اه من الغريب ان كل الاصحابي محدش فيهم عايز يجيجي معي. ربنا بيعرض مكان في الجنة لكل اللي بيساعدو. طب انت ارا ايه في الكلام ده او قلبك بيقولك ايه يعني. ايطلو فقالت له ان انا اقلب اقولش حاج انا اقلب اقولش حاج انا اقلب اقولش حاج. فهم الله ايه خلاص ما تتكلميش انا قلبك انا لساني هيكلم مكان قلبك. يا جين تعال معي الهند واشتغل مباشرة زي. هل دا كان دا رب انا حسيت ان انا كنت تحت تعويزة رهيبة ارتعشت من كدر الخوف ومش ادرى اتكلم حسيت ان ادي حاجة خلاص هتحط فيها مش اقدر اهرب منها. او جون انا اقلب ايه ايه اقلبك. يقولت له عبوق. سيبني فحيلي مالكش لعب انا مصدق تعيش حياتي زي ما خليه ربنا يعني. بس الكلام ده طبعا كان التراجل اللي أنا كتبه ترجهوله ده كان بالنسبة له مالوش إيمة بالنسبة لواحد دايما بيعمل اللي هو بيؤمن به وجبه أو صح سواء كان كويس أو وحش اللي هو طول أي حاجة مؤمن بيها بيعمله بخلاص فأقول لها ربنا رعيد لك إنك تكوني مرات واحد مبشر ثقف ربنا يا جين وأمني بالله كده يا بنتي وتعلي تجوزيني عشان تخدم الرب فقالتو لا أنا مش قوية عشان أزيك عشان أقدر أعمل الكلام ده سيبني في حالة يا بوسئيدك حسيت ساعتها أن أنا في أفص حديد والقطبان بتاعة الأفص دي قاعدة تديق حوالي بتقفل عليهم فأقول لها أنا شايف مدى جدك واكتهادك في الشغل أنت هتبقي مساعدة رهيبة بالنسبة لي عند الستات الهنود والمدرس الهندية فجين بتقول لك إيه I thought شوية كده yes I could do that but I know that he doesn't love me and despite that he asks me to marry him فبتقول آه نممكن نعمل كده فعلا بس أنا عارف أنه ما بيحبنيش وعلى رغم أنه طلب يجوزني بس هو ما بيحبنيش هو عايزني بس أروح معاشا إيه خدمة الرب وكلام ده So I said I'm ready to go with you to India but as a sister not as a wife أنا مستعد داجي معك الهند بس زي أختك ومش زي مراتك He shook his head فهزد ما هو كده You must see that's impossible No a sister could marry at any time and leave me قال لها لا الكلام ده مستحيل ليه يا عم الحج لها لأن الأخت ممكن تتجوز فيها وتسيبني أنا عايزك تتجوزيني I need a wife who will obey me in life and who will stay with me until death لأن أعيز زوجة هططعني وتسمع كلامي طول ما إحنا عايشين وتفضل معي لحد ما أموت I trembled as I felt his power over me already بدأت أرتعش لأن أنا حسيت بقوطه وتأثيره علي بدأ فعله أن يأثر علي ويقنوني أن أنا أعمل حاجة أنا مش عايز أعمله I'll give my heart to God فقالت له أنا حوه بقلبي لربنا You don't want it فعمل اللهي أنت مش عايزة تعملي كده As I looked at his stern face I knew I could go anywhere in the world with him as a colleague But I could never lose my freedom by marrying him فسعتما بصيت على وشه ليت وشه آسي كده وصل قلت له لا أنا ممكن أجي معك في أي مكان بس كزميلة ليك أم لا مش هفقد حريتي أبداً وتجوزك I'll ask you again in a few days time he said الله خلاص هي طبعا جينير ملعتلوش كلام ده كنت بتفكر يا فالله خلاص أنا هطلب منك أو هسألك نفس الطلب من تاني كمان كم يوم And remember It isn't me you are refusing But God وخلي بالك أنت بترفضونش أنا ترفض ربنا يعني ربنا اللي متقدم لك دلوقتي أنت استغفر الله لعزمي From then on His manner towards me was his skull's eyes Which caused me great pain ومن ساعتها بقى تصرفاته معايا طريت كلام معايا بقت بردة أو زي تلك ودي حاجة حسزتني أو عملتلي ألم فضيع I began to understand how If I wear his wife This God The religious man could soon kill me Without feeling any guilt at all وده أتحس أو أشعر أو أفهم أن الرجل ده حتى لو أنا مراته رجل الطيب المتدين ده ممكن يتلني من غير ما يحس بالذنب حتى When he asked me again We were alone in the setting room ولما طلب مني نفس الطلب تاني كنا عادين لوحدنا في غرفة الجلوس He put his hand on my head And spoke quietly in his deep sincere voice أم حطت إيضاء على دماغي كده قاعد يتكلم بهدوء بصوته العميق ده Remember Jane God calls us to work for him And will reward us for it خلي بالك يا جين خليكي فكرة أن ربنا هو اللي طلبنا عشان نشتغل عنده وهو اللي هيكافئنا على شغلنا ده Say you will marry me And earn your place in heaven قولي لأنك تتجاوزيني وكسبي مكان في الجنة يا سلام I admired and respected him فاحترمته وعجبت بي And under his touch My mind was changing وبلمسيته لي أدية دماغي أو تفكيري اتغير I was tempted to stop struggling against him As I had been tempted before In a different way by Mr. Rochester أنا مش هصارع نفسي زي ما صارعت نفسي قبل كده مع Mr. Rochester وصيبته وهرب لا المرة دي أنا هسيب له أسيب نفسي أعمل له عايزه As a imaginary gently held my hand خلاص بقى as a imaginary رسمي وميسيك إيدي بهدوء كده I could resist his anger أنا ممكن أقاوم غضبه But not his gentleness بس مش طبته أو مش رؤته I desperately wanted to do what was right أنا باستماتة كنت عايز أعمل كل وقال عليه خلاص أنا كده حامل الصح يعني If I felt certain I answered finally قيت له خلاص لو أنا حسيت أن أنا متأكده ها من أنت عايزه That God really wanted me to marry you I would agree لو ربنا فعلا عايزنا جاوزك حاجاوزك My prayers are heard cried S.T. John اللّه ربنا كده استقابل دعايا Close together we stood Waiting for a sign from heaven وإحنا الاتنين وقفنا كده قربين من بعض مستنيين إشارة من السماء I was more excited than I had ever been before كنت متحمسة أكتر بكتير مما كنت قبل كده There was a total silence in the house and the room was full of moonlight كان البيت فيه الصمت تام والأوضة اللي إحنا كنا وقفين فيها كان ضوء الأمر داخل من ورها كلها Suddenly my heart stopped beating and I hear the distant voice cry Jane 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 Nothing more Where did it come from فجأة قلبي وقف كده وسمعت الصوت جاي من بعيد بقول لي Jane 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 مش أكتر من كده الصوت دا كان صوت Edward Rochester وكان بيتكلم في حزن وقلم I'm coming I cried Wait for me فقلت له أنا جايالك استناني يا أدوارد لا تمشيش I ran into the garden calling Where are you تلع تجري في الحضيق وأنا بقول له أنت فين أنت فين Only the hills sent a faint echo back ما سمعت الصوت غير صوت الصدا صدا صوتي سمعته صوت صاخب هادي كده I broke away from S.T. John who had followed asking me questions وبعت عن S.T. John وتلع تجري فضل يجي ورايا وهو بيسألني أسئلة It was my time to give orders now دا كان وقت بقى خلاص إن أنا اللي أددله أمر فيها مشوه للدين أو أمر I told him to leave me and he paid فقالت له لأ أبعد عني فاسمع الكلام على طوله ذي بأي جري In my room I fell to my knees I fell to my knees to thank God for the sign He had sent me and waited eagerly for daylight ودخلت قطي ونزلت على ركبي وقعت أحمد ربنا على الشارع اللي بعتها لي وانتظرت بفرغ الصبر لحد ما الشمس تطلع وأطلع أجري على روتشستر حبيب القلب وكده أخلت خلص شابتر 23 وانتظروا إن شاء الله في شابتر 24 قريبا جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته